هل لكم شوية تصريحات مليت قالت من اللعبي النادي الاهل النهاردة بعد التتويج ببرونسية كأس العالم للأندية موسيماني قال مدالة هذا العام أفضل من العام الماضي لكني لست سعيدا كنت أتمنى أن أغير لون المدالة لكننا حققنا شيئا كبيرا للنادي والمصر في ظل غياب كل من محمد الشيناء وبرستاء وأكرم توفيه وبدر بنون أما الكابتن سامي ومصان فقال كنا نتمنى التتويج بمدالة زهبية أو في الدية في مونديال الأندية ولكن نعد الجماهير أن نقاتل للعودة من جديد إلى البطولة وتحقيق أحلامهم ياسر إبراهيم صاحب هدفي اليوم أو الهدفين في هذه المواجهة برقستتين رائعتين يعني ياسر عمل النهاردة أداء مدهش جدا تحديدا هجميا كان أفضل لها في هذه المباراة قال أبارك لكل جماهير النادي الأهلي على الفوز كنا نتمنى أن نحقق مركز أفضل وإن شاء الله نحقق كأس الأم الأفريقية للمرة بالكلم عن دورة أبطال أفريقيا للمرة السالسة على التوالي ونأتي السنة القادمة لتحقيق مركز أفضل للجماهير علي معلول قال أظهرنا أننا الفريق رقم واحد في أفريقيا وعلي معلول كلمت عنه كتير فمش مش قادر يعني مش قادر أكلمكم عنه أكتر من كده حسوا مولود في النادي الأهلي مولود في النادي الأهلي حرفيا يعني يعني محمد هاني قال لعيب الأهلي دائما على قدر المسؤولية وتطلعات الجماهير وقال أن هم استطاعوا خلال الفترة الماضية تحقيق الكثير من المعادلات الصعبة أما عمر السولية قال كل الكل كان يأمل فيه زاب بعيدا في البطولة ولكن الظروف اللي حدثت جعلت الفريق نافس على المركز الثالث وهذا أمر جايل لسعاد الجماهير أما محمد الشناوي فقال أشكر جماهير النادي الأهلي التي دائما ما تساند الفريق سواء في الوقات الصعبة أو في أي وقت لهذا نهديها المادلية البرونزية كريم فقاد كمانتكلم وقال روح القتلية للعبين ومن خلفها تشجيع ومؤذرة الجماهير هما السبب وكلمة السر في الفوز على الهلال السعودي تصريحات لعبي النادي الأهلي بعد هذه المواجهة ترجمة نانسي قنقر